قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر بسم الله الرحمن الرحيم اللؤلو والمرجان والحلقة رقم 21 اليوم سنقف مع مخلوق جعل الله له سلطة في السماوات والأرض مخلوق شرفه الله بأنه كان معلما للنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مخلوق عظيم جعله الله صديقا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل اللقاء اليوم عن الملك القائد جبريل عليه السلام قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجمال والكمال والنوال والجلال الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الضلال وتنصهر من هيبته الجبال والصلاة والسلام على سيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تهون بذكره غاية الأثقال وترخص لرؤيته الأرواح والأموال النور الدائم ما تعاقبت الأجيال اللهم صلي عليه وعلى الآل وكذا الأصحاب وعلينا معهم برحمتك يا كبير يا متعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الكرام مع اللقاء الذي يتجدد عبر برنامج اللؤلؤ والمرجان واليوم مع الحلقة رقم 21 وأسئلتنا كانت من هو ذلك المخلوق الذي جعل الله له سلطة في السماوات والأرض من هو ذلك المخلوق الذي أكرمه الله عز وجل وشرفه فجعله معلما للنبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مخلوق مهيب عظيم جعله الله صديقا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل فالأسبوع الأول من شهر ربيع الأول الشهر الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقف مع أول مخلوق من مخلوقات السماء الذين التقى بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل جبريل الحلقة الحلقة ما بين الله عز وجل وما بين الأنبياء جبريل أمين وحي السماء جبريل معلم الأنبياء جبريل هدى المؤمنين جبريل بشرى المؤمنين يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين جبريل بشرى لك أيها المؤمن جبريل هدى لك أيها المؤمن سيدنا جبريل علاقة الأمة المحمدية بسيدنا جبريل علاقة صداقة علاقة حب علاقة مودة ليش كي اختارين كلمة صداقة لأن سيدنا جبريل يا كرام لا ينزل إلا على النبيين لا ينزل إلا على الأنبياء واختص الله عز وجل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن سيدنا جبريل ينزل عليها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وينزل سيدنا جبريل كل سنة بليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سيدنا جبريل هذا الكائن العجيب هذا المخلوق اللطيف هذا المخلوق القوي هذا الملك القائد هذا الذي جعل الله الملائكة جميعا تحت أمره تحت طوعه سيدنا جبريل له مواصفات وله صفات ومن عقيدتنا أن نؤمن بهذا الملك الكريم إيمانا قويا جازما كما وردت صفاته وسمته وذكره في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل من أول صفاته العلم أول صفات هذا الملك الكريم أنه صاحب علم الله سبحانه وتعالى علمه وعطاه من العلوم ما تفوق الخيال بل إن الله عز وجل شرفه فجعله معلما للنبيين قال تعالى لما تحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى سيدنا جبريل المعلم سيدنا جبريل المعلم هو الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا من أحكام الشرع سيدنا جبريل قال تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وتجي الآيات وتجي الأحاديث تحكينا عن سيدنا جبريل عن مواقف من مواقف التعليم سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرأني جبريل أقرأني القرآن أقرأني جبريل معلم أقرأني الجبريل على حرف واحد فلم أزل أستزيده حتى صار على سبعة أحرف ومعنى أن القرآن نزل على سبعة أحرف يحتاج إلى لقاء خاص سيدنا جبريل حديث عندنا جدا مشهور في الأحكام الفقهية في أحاديث الأحكام اسمه حديث إمامة جبريل سيدنا جبريل عليه السلام يقف يومين إمام بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عشر صلوات الظهر العصر المغرب العشة الفجر الظهر العصر المغرب العشة الفجر عشر صلوات سيدنا جبريل إمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مأموم ويصلون أخوار ما تخلص هذه العشر صلوات لمدة يومين سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت فما بين هذين الوقتين هكذا كانت أوقات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كالحديث حديث إمامة جبريل في مواقيت الصلاة سيدنا جبريل هو الذي نزل القرآن على النبي صلى الله وسلم من رب العالمين سيدنا جبريل اللي نزل التوراة على سيدنا داود واللي نزل التوراة على سيدنا موسى والزابور على سيدنا داود والإنجيل على سيدنا عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام علم علم الله سبحانه وتعالى عطاه من العلوم ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى أولى صفات سيدنا جبريل العلم ثاني صفات سيدنا جبريل القوة الهائلة يا جماعة القوة قوتان قوة أنه الله سبحانه وتعالى عطانه قوة أنه يأثر في الأشياء إلى درجة أنه لما رب العالمين أراد أن يهلك مدائن قوم لوط أمر سيدنا جبريل فنزل سيدنا جبريل فرفع الأرض تخيل قطعة من الأرض اللي مدائن قوم لوط رفع جبريل عليه السلام بيده إلى السماء حتى سمعت ملائكة السماء صياحة ديكة يعني تخيل هاي الأرض الهوني رفع سيدنا جبريل بيده إلى السماء ثم قلبها فجعل رأسها على عقبها نزلتها الله أهلكم نسأل الله العافية يعني لو كانت هناك أقمار صناعية بذاك الزمان لو كانت هناك كاميرات لصورت لنا قطعة من الأرض عد تنرفع إلى السماء وعد تقلب وعد تنزل ومن نزولة سيبة من نزولة نزلت بقوة نسأل الله العافية نعوذ بالله اللي يغضب رب العالمين وهكذا يصير بينه نعوذ بالله من أفعاله مما صنعه سيدنا جبريل قوة هائلة هاي قوة هائلة أكو قوة من نوع ثاني يا كرام قوة تلقي الوحي قوة تلقي كلام الله سبحانه وتعالى ومن يقدر يسمع كلام رب العالمين مباشر من نحن رب العالمين الله أكرمنا أنه جعل أدى مساحة في أسفل القلب تتلقى كلام الله لأن الكلام رب العالمين يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إن سنلقي عليك قولا ثقيلة الوحي الوحي لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سيدنا النبي على دابة الدابة تتصبب عرق الدابة تتيبس أقدامه من تغوص أقدامه بالرمال من الثقلة سيدنا النبي أبو بكر رضي الله عنه يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على فخذه على فخذي ونزل وحي حتى كادت رجل أن تقطع من شدة الثقل هذا الكلام كلام الله حين يتلقى صعب سيدنا جبريد تلقى الكلام مباشرة من حضرة الله من ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى شنو هاي القول في القلب الكلام إذا عرض على الملائكة إذا عرض على الملائكة ينهارون ما يتحملون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الملائكة تخاف ترجف الله سبحانه وتعالى قال هذا الملك عنده قوة يقول تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعي ثم أمين الله سبحانه وتعالى يوصف سيدنا جبريد بأنه عنده قوة صاحب قوة ولاحظ القرآن الكريم يقول ذي قوة قوة لأن القوة كلها له جل جلاله وقت ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا القوة لله جميعا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من أولى صفات جبريل عليه السلام العلم من صفات سيدنا جبريل عليه السلام القوة الهائلة القوة ثلاثة أنواع قوة تلقي الأمر من الأعلى قوة التكيف مع الأمر قوة تنفيذ الأمر في العباد هذا كل ملك وكل ملك ناجح لا بد عنده هذه الأنواع من القوة قوة تلقي الأمر من الأعلى قوة التكيف مع الأمر يعني أشياء ندبر الأمر وأشياء ننزلك كقرار وقوة التأثير بالناس هذه الأنواع القوة الثلاثة الله عطاها لسيدنا جبريل وتكلمنا عن العلم وتكلمنا عن القوة وعن نتكلم بعد عندنا صفات كثيرة عن سيدنا جبريل راح نتوقف قليلا نصلي فيها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نواصل قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللؤلؤ والمرجان والحلقة رقم 21 عن سيدنا جبريل عليه السلام علم قوة من تشريفات الله لسيدنا جبريل أن رب العالمين من يحكي على الملائكة في القرآن يخصص جبريل بالحكي يعني يعطف العطف الخاص على العام عطف الجزء على الكل عطف الجزء على الكل يقول القرآن الكريم يوم يقوم الروح والملائكة صفن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم يتكلم رب العالمين عن الملائكة ويخص جبريل جبريل يسأل الله سبحانه وتعالى سماه الروح سماه الروح وسماه الروح الأمين سبحانه وتعالى شرف سيدنا جبريل بتشريفات عظيمة وعجيبة لما يحكي القرآن الكريم عن الملائكة يخص جبريل بالكلام عطف الجزء على الكل عليه الصلاة والسلام من تشريفات الله للملائكة لسيدنا جبريل أنه الله سبحانه وتعالى خصه بالأجنحة أجنحة سيدنا جبريل كم جناح عنده؟ ستة مئة جناح سيدنا جبريل ستة مئة جناح عنده وسيدنا بن عمسعود يقول في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى في الإسراء والمعراج رأى جبريل عليه السلام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يقول لما نزلت من الغار من الغار حراء ويوم اليام عدمشي فسماته واحد يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي إلى السماء فرأيت الملك الذي أتاني في الغار جبريل وهو على كرسي جالس على كرسي بين السماء ولقد قد غطى الأفق له ستة مئة جناح فجؤثه جؤثه يعني ففزعته خفته صلى الله عليه وسلم أهو من تعرف قوة جبريل من ستة مئة جناح لما تعرف الملائكة البقية الملائكة التي تتصرف في الكون بإذن الله عند أربع جنحة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاثة واربع يعني أقصى الملائكة عند أربع جنحة وانت تخيل وقيس الفرق ما بين هذه الملائكة وبين سيد الملائكة جبريل عليه السلام الملائكة أربع جنحة وجبريل عليه السلام ستة مئة جناح ستة مئة جناح عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل من قوتها أنه له آثار في الأرض تخيل جبريل عليه السلام نزل إلى سيدنا موسى وشوف أثر سيدنا جبريل عليه السلام نزل إلى سيدنا موسى لما صار الطريق هي بس سيدنا جبريل نزل على فرس حافر الفرس داس مكان في البحر فأثر حافر فرس جبريل في الأرض الأثر موسى جبريل موسى موسى الفرس ولا الحافر أثر أثر بالأرض جاء الساموري الساموري أشعمل أخذ هاي البقعة يعني الطبعة بالأرض أخذ منه الغمل هذا الغمل كان يزدته على الذهبي سرح العجل له خوار عجلا جسدا له خوار يعني موسى سيدنا جبريل موسى بركة سيدنا جبريل ولا أثر الفرس ولا الحافر الطبعة التراب عادي هو فكيف بركة سيدنا جبريل عليه السلام منزلته عظيمة يقول الإمام ابن الجوزي إن الله أذن لجبريل أن يخترق سبعين سرادقا من نور أي كلام عام كلام في الملأة الأعلى لا نستطيع أن نتدخل فيه ولا أن نعقله أصلا يدخل يقول سبعين سرادق من النور هذا عالم عالم العلوي عالم خاص سيدنا جبريل من صفاته يا كرام أنه مكين وقلنا الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس يقول ما راح نطيق نجيب أمثلة لكن راح نقيس سيدنا جبريل على تمكين مذكور في القرآن الكريم وهو تمكين يوسف عليه السلام لما تريد تعرف معنى أن له تمكينا معنى أنه متمكن معنى أنه مكين اسمع إلى قوله تعالى على سيدنا يوسف عليه السلام وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين سيدنا يوسف عليه السلام ورى ما صار عزيز مصر ودانت له مصر وما حولها والناس الناس دانت له حبا مو خوفا يعني من الملوك القلائل في الأرض أن الرعية جميعا تحبه الرعية تطيعه غير دول يعني مصر بزمان سيدنا يوسف غير دول يتمنون يوسف يحكمهم إلى درجة أنه قام يجوم من غير دول يقصدون يوسف حتى يكرمهم الأم ليش جاء أخذ يوسف طمعا في كرم يوسف عليه السلام فسيدنا يوسف كل الدنيا دانت له كذلك هذا معنى من معاني التمكين صورة من صور التمكين سيدنا جبريل مكين سيدنا جبريل مطاع مكين مطاع ثم أمين ثم بمعنى هناك مطاع الله سبحانه وتعالى أعطى لسيدنا جبريل مخاصية أن الناس تطيعه أن الخلق يطيعه أن العباد تطيعه الملائكة تطيعه أش ما يقول سيدنا جبريل يسمعونك لا مطاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قصة عجيبة حدثت مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج غسل الصدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غسل صدره الشريف هو طفل وغسل صدره الشريف قبل الإسراء والمعراج باقي الحادثة بريوات الإمام البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم فتح سقفي يعني السقف ونزل جبريل في مكة ونزل جبريل وفتح الصدر وغسل صدري بماء زمزم ثم جاء تصت من الذهب مملوء حكم وإيمان وصبوا في صدري ثم أخذني وانطلقنا فوصلنا إلى سماء الدنيا فقال جبريل لخازن سماء الدنيا الملك الذي يقف على باب سماء الدنيا قال افتح قال من قال جبريل ففتح له الشاهدون أن سيدنا جبريل يحكي مع بقية الملائكة بصيغة الأمر قال افتح الباب وفتح السماء الدنيا سيدنا جبريل عليه السلام لما يقول كلام لما يريد ينفذ أمر الملائكة لابد أن تكون مطيع له تمام بتمام سيدنا جبريل أمين أمين قال مطاع ثم أمين من الأمانة أن الله سبحانه وتعالى سماه الروح الأمين قل نزل به الروح الأمين على قلبك قال الله سبحانه وتعالى سماه روحا وأطلق عليه صفة الأمانة قال الروح الأمين سيدنا جبريل أمين من شدة أمانته قال له ما عنده أمانة كيف يأمن رب العالمين على الوحي كلام الله جل جلاله أوامر الله نواه الله ينقلها بأمانة من حضرة الله سبحانه وتعالى إلى النبيين عليهم الصلاة والسلام أمقدما جبريل عنده مكان في السماء أمقدما سيدنا جبريل الله سبحانه وتعالى كنخطص ملائكة أول واحد يؤمر بأن يحبك أنت أي الممن بأن يحبك هو جبريل عليه السلام أنت إذا وجهت قلبك نحو الله إذا أحسنت المعاملة مع الناس إذا كنت مع الله ستحظى بالقبول القبول يأتي بالحب حب من؟ حب الله سبحانه وتعالى إذا أحبك رب العالمين أول واحد يعرف أن رب العالمين أحبك سيدنا جبريل أول واحد مو بس يعرف سيدنا جبريل وإنما يؤمر بحبك يعني ممكن أنت كإنسان الملك جبريل اللي حكينا عن صفاته يحبك نعم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلالا فأحبه رب العالمين يذكر اسمك يقول فلان أنا حبيتون يا جبريل أول واحد يعرف بمحبة الله جبريل أحبه يا جبريل ويحب جبريل ثم ينادي جبريل في الملائكة يا ملائكة يا ملائكة الله إن الله عز وجل أحب فلانا فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض القبول في الأرض ليس معنى الشهرة القبول في الأرض ليس معنى الأتباع القبول في الأرض ليس معنى كل ما واحد مؤمن مثله يشوفه يرتاح له هاي معناة القبول تشوف بعض الناس دمما تشوفه تشوفه بمسجد بغير دولة بغير مدينة تشوف قلبك يرتاح له مباشرة تحس ان الروح متصلة الروح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف القبول فرض ان يكون مقبول في قلوب الصالحين ان يكون مقبول ان يكون مقبولا في قلوب الاولياء والاتقياء واهل الاذوق اهل المعرفة يا كرام سيدنا جبريل له منزل عظيم جدا الصفات سيدنا جبريل الصفة الاولى العلم الصفة الثانية القوة الصفة الثالثة ان الله سبحانه وتعالى خص بالذكر كل ما رب العالمين تكلم عن الملايك ويذكر جبريل بوحده تعرج الملائكة والروح اليه سيدنا جبريل من الاشياء اللي خصوا بها انه رب العالمين عطاه ستمائة جناح مع العلم بقية الملائكة عندهم اربع جنحة فقط مثنا وثلاثة واربع قال سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاث وربا جبريل ستميت جناح عنده يا كرام سيدنا جبريل الله عطانه منزلة قال ابن الجوزي منزلة جبريل عليه السلام من ربه منزلة الحاجب منزلة الحاجب اللي يخف على باب الملك سبحانه وتعالى سيدنا جبريل من مكانته أن آثاره مؤثرة وذكرنا الأرض اللي داس جبريل عليه السلام بفرسه لما نزل على سيدنا موسى عليه السلام لما جعل الطريق يبسا من صفات سيدنا جبريل أنه مكين صاحب تمكين في السماوات والأرض الله عطاه قوة من صفات سيدنا جبريل أنه مطاع من صفات كل شيطيعه من صفات جبريل أنه أمين الحمد لله الذي جعل لنا هذا النبي العظيم الكريم صديقا لهذه الأمة ينزل كله لتقدر عليه الصلاة والسلام تكلمنا اليوم عن سيدنا جبريل لأننا ونحن نتحدث عن سيدنا جبريل نريد أن نخص شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأول مخلوق من أهل السماء التقى به النبي صلى الله عليه وسلم سلام إلى قمر المدينة طاها سلام إلى الحجرات حين تراها سلام إلى باب السلام وعنده مرخ خدودك في كريم ثراها قل يا رسول الله قد جئت بما ترى روح تهيم ووجدها أعياها يا رب بالمختار عجل زورة بها أزور المصطفى وأراها صلى الله عليه وسلم تكلمنا اليوم عن سيدنا جبريل أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان التام إلى لقاء آخر بمشيئة الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن إذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر